موسيقى أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من حلقات دروس الرياضيات الوحدة الثالثة الأعداد الكلية من العدد ستة إلى العدد إثنى عشر بما في ذلك الصفر الدرس ثلاثة عشرة بعنوان مراجعة الوحدة الثالثة مرحباً بكم يا أصدقائي هيا لنتمرن معاً السؤال الأول عد اكتب رمز العدد انظر إلى ألف كم عدد علب العصير هيا لنعدها معاً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إنها سبعة علب عصير هيا لننتقل إلى السؤال باء واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إنها ثمانية السؤال الثاني حوّط رمز العدد المناسب انظر إلى ألف كم عدد الأقلام يا ترى؟ هل هي ستة أم تسعة أم إثنى عشر؟ يجب أن نعدها معاً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إنها تسعة أقلام أين رمز العدد تسعة؟ هيا لنحوطه معاً أحسنت تسعة لننتقل الآن إلى السؤال باء سنقوم بعد العناصر معاً ثم نحوط رمز العدد المناسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يا ترى أين رمز العدد عشرة؟ أحسنت عشرة السؤال جيم دورك الآن يا بطل قم بعد عدد العناصر ثم حوط رمز العدد المناسب ننتقل الآن إلى السؤال الثالث أكمل حدد موقع الأعداد من صفر إلى إثنى عشر على خط الأعداد هل تتذكر يا بطل من أين يبدأ خط الأعداد؟ يبدأ من اليسار ونبدأ بالعدد صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ممتاز السؤال الرابع استكمل رسم العناصر بحسب العدد الموضح رمزه انظر إلى السؤال ألف لاحظ عدد التفاح وانظر إلى رمز العدد إنه رمز العدد ستة ماذا ستفعل يا ترى؟ ستقوم باستكمال رسم العناصر بحيث يكون عدد العناصر مطابقا للعدد ستة هيا لنبدأ معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتاز إنه دورك الآن قم بحل السؤال باء وارسم عدد العناصر المطابق لرمز العدد الموضح ممتاز السؤال الخامس استخدم المكعبات من لونين لتكوين الأعداد بطرق مختلفة ثم سجل هذه الطرق لنبدأ بالعدد تسعة كيف يمكنك تجزيء العدد تسعة يا بطل؟ هناك طرق كثيرة لتجزيء العدد تسعة سأوضح طريقة واحدة من هذه الطرق سأستخدم أولا المكعبات الزرقاء واحد اثنان ثلاثة أربعة وأكمل العدد بالمكعبات الحمراء خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن يمكننا تجزيء العدد تسعة إلى أربعة وخمسة وهل يمكنك أيضا تجزيء العدد عشرة بنفس هذه الخطوات؟ هيا لننظر معا إذن يتكون العدد عشرة من خمسة وخمسة توجد أيضا هناك يا بطل طرق أخرى مختلفة لتكوين العدد عشرة فكر بها وتذكر ننتقل إلى العدد إثنى عشر نريد طريقة من طرق تكوين هذا العدد لاحظ معي هذه المكعبات سأضع عشر مكعبات زرقاء وإثنان مكعبا أحمر عددهم إثنى عشر إذن يتكون العدد إثنى عشر من عشرة وإثنان دورك الآن يا بطل تتمرن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السؤال السادس قارن أكتب رمز العلاقة المناسب أكبر أو أصغر أو يساوي بإمكانك استخدام عناصر انظر إلى السؤال ألف أيهما أكبر؟ عشرة أم ستة؟ سأستخدم الأقراص هنا لأقارن بين العددين سأضع عشرة أقراص زرقاء للعدد عشرة وستة أقراص حمراء لتمثيل العدد ستة ماذا تلاحظ؟ أيهما أكثر؟ العشرة أقراص أكثر من الستة أقراص إذن العدد عشرة أكبر من العدد ستة دورك الآن يا بطل تقارن بين العددين التاليين والآن مع فقرة تلون وتعلم انظر إلى هذه اللوحة الجميلة أريدك أن تلون الفراشات باللون الأحمر والعصافير باللون الأزرق والورود باللون الأصفر اشتركوا في القناة رائع يا ثنان أكمل الآن واكتب رمز العلاقة المناسب أكبر أو أصغر أو يساوي كم عدد الفراشات التي قمت بتلوينها؟ إنها إحدى عشر فراشة وكم عدد العصافير في هذه الصورة؟ إنها إثنى عشر عصفوراً يا ترى من الأكثر؟ إنها العصافير إذن إحدى عشر أصغر من إثنى عشر والآن استعد لنشاطك المنزلي إلى هنا أعزائي الطلبة وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم ونلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة